ما العلاج المناسب لمرض السليسيميا ومدة العلاج السليسيميا أخواننا ده برض من أمراضي الوراثية وفيه سليسيميا ميجور اللي هي أساسا بالطفل اللي بتعمله نقل دم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع والعلاج المناسب بتاعها عبارة عن زرع نخاع تغيير النخاع نغير المصنع ده الأساس وطبعا العلاج بتاعها يعني بيبنى نقل دم وبيبنى فيه اوفر لود ايرن بيبنى كمية الحديد اللي موجودة بتبنى كمية كبيرة جدا وانطر بيعمله لوكيليشن يعني مشاكل من مشاكل كبيرة جدا ودي كلها بتأتي من الأمراض الوراثية السليسيميا ميجور السليسيميا اللي هي أنيميا البحر الأبيض المتوسط هدى غالي